إذا عنا كريم أساس بيعطي فل كوفيرج أو تغطية كاملة ونحنا بدنا إياها التغطية تكون طبعية منا كتير تقيلة على بشرتنا ناخد كريم الأساس اللي تغطيته عنا إياه كتير عالية ونحنا بدنا نخفف من تغطية هذا كريم الأساس وبنفس الوقت ممكن يكون بيعطي ما تفنش وأنا ما بدي لك المطفئ لبشرته فبدي يبقين بشرته طبعية نخلط معه كمية قليلة من كريم المرتب ونتبهوا كتير منيح أنتوا عم بتطبقوا كريم المرتب مع كريم الأساس إذا كترتوا الكمية منتكون عم نفتح أكتر لون الفاوندايشن وكمان عم نخفف أكتر من تغطية الفاوندايشن والتكستر تبعه كمان بتتغير فبتطبقوا كريم الأساس مع كريم المرتب شوي شوي عم بتحطوا كريم المرتب شوي وبتصير بتزيدوا شوي شوي لتحصلوا على لون يضل ماشي حالو على بشرتنا وكمانا التغطير اللي قالوا تكون مثل ما نحنا بدنا إياها ونطبق على بشرتنا وأكيد الأداة اللي عم نستعملها نطبق فيها كلمة الأساس كمانا بتفرق إذا عم نستعمل البلندر أو إذا عم نستعمل البروش حسب نحنا أداة بدنا تغطية الفاونديشن ومنطبق الفاونديشن وهيك بنحصل على تغطية أقل بطريقة هيك كتير بسيطة أن ذات ست إذا حبيتوا الفيديو مالتوا استعملوا لايك للفيديو وتشاركوني رأيكم بالتعليقات